أنا إنسان ماني حيوان صرخة أطلقها مواطن سوري في بداية الأزمة في بلاده الصرخة تتكرر اليوم ليس في دمشق أو في حلب ولكن في هنغاريا حيث يشتكي اللاجئون من معاملة غير آدمية الحصار الإعلامي الذي تفرضه السلطات الهنغارية على معسكرات اللجوء لم يحل دون تسرب فيلم صادم لكيفية إطعام اللاجئين تصرف أعد لذاكرة المستشار النمسوي عمليات الترحيل التي نفذها النازيون واصفا سياسات بودابست تجاه اللاجئين بالمعيبة حتى الآن يتدفق مئات آلاف المهاجرين إلى هنغاريا أملا بالوصول لبلد أوروبي يحسن معاملتهم كألمانيا والسويد وغيرها ولكن بدءا من هذا الأسبوع سيتم اعتقال أي لاجئ يعبر الحدود الهنغارية السلطات هنا تعمل على استكمال بناء السياج على طول الحدود مع صربيا مستعينة لتسريع بنائه بالمساجين أمر يقلق المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حق الإنسان بالحصول على ملجأ في زمن الحروب والدمار نشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تعترض طالب اللجوء إلى أوروبا سنناقص الحكومة للتأكد من أنه لا تزال هناك طرق يمكن للاجئين أن يسلكوها للدخول إلى هنغاريا وطلب اللجوء في أوروبا مسؤولون أوروبيون يدعون هنغاريا إلى التعامل بإنسانية مع أزمة اللجوء ولكن الحكومة الهنغارية لا ترى في هؤلاء اللاجئين إلا تهديدا للهوية المسيحية ولذلك يفكر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أربان بإعادتهم إلى البلدان التي انطلقوا منها فهو حسب تصريحاته ليس خائفا على بلده فقط ولكنه حريص على جذور وثقافة أوروبا ذات الجذور المسيحية ولأجل ذلك يرفض عبور اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية المجاورة اشتركوا في القناة